أي مهارة هتتنازل عنها أو أي مهارة هتهملها هيحل مكانها مشكلة زوجية تاني هذا قانون أي مهارة هتهملها من مهارات الزواج المهمة بيحل مكانها مشكلة زوجية وتعالوا نطبق النهاردة على مهارة دي وأنا مش هكلمكم لأن النهاردة بنتكلم على الأمل على السعادة مش بنتكلم عن المشاكل للنهاردة المهارة بتاعت النهاردة دي بعض الأزواج مش بينتبهولاش وبيعيشوا كده من غير ما حتى يفكروا فيها وهي مهارة لو الإنسان انتباه لها بتحقق له أشياء كتير جدا وبيقول إن المهارة دي ده شيء بديهي أنا مش محتاجة أجت عليه لأنه معقولة يعني إن كون مش عايشين بيها ومش بنمارسها أو ممكن تكون مش بتمارسها لأن أنت بتعرفهاش هي مهارة شديدة الأهمية لاستقرار الحياة الزوجية والوصول للسعادة أنا مش بشوقكم بس عايزي نتنبه إلى هذه المهارة المهارة دي هي التأكيد على أبدية الحياة الزوجية أبدية العلاقة الزوجية يعني إيه أبدية العلاقة الزوجية؟ يعني إن إحنا مصرنا في الجواز المتحد إن إحنا عنستمر مع بعض وعنبقى مع بعض على طول وعشان كده المهارة دي هي اللي بتخلينا نبعت رسائل طول الوقت البعض نأكد لبعض بالكلام والأفعال على إن إحنا نفضل دايما جم بعض زوجين متحبين ومحدش فينا هيفكر يسيب التاني أو يتخلى عنه أو يخليه ما يحسش بوجوده وده معنى مهم جدا جدا عند الزوجين شوف المهارة دي أنا لما قلتها لكم تعالوا نتأمل كده كم واحد فينا بيحمل الكلام دوت أو المهارة دي لو إنها موجودة هتعمل إيه في قلبي مقبلين على الزواج هتبقى الحكاية مهمة جدا 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 فمهمة عند الزوجين إن هم يحسوا إن شريك حياتهم بيمارس هذه المهارة معه ومهمة كمان إن هو يبدله التعامل بهذه المهارة ولكنه بيظهر في أكتر عند المرأة الحكاية دي إن دايماً طول الوقت هي محتاجة تركيبتها النفسية محتاجة إن يتأكد لها دايماً على أبدية العلاقة وإن العلاقة مستمرة بتحتاج لإنها بتحتاج للشعور بالأمان ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده جزء من وعشرهن بالمعروف وجزء من استوصب النساء خيرة إن احنا دايماً نحسسهم بالأمان والمهارة دي بتتطلب منا من الأزواج إن هم دايماً يصرحوا لزوجاتهم بإن هم هيفضلوا جنبهم ويفضلوا معهم دايماً لإن الزوج إيه اللي بيخلي المرأة أكتر إحساساً بالاحتياج لهذا الأمر؟ لأن الزوج عنده رخصة الزواج التاني واللي قد يكون في بعض الأحيين أصعب على المرأة من الطلاق فبتحتاج دايماً تتطمن إن هي مالية عين وقلب جزها وإن عمره ما هيبص اللي واحدة تانية غيرها ولا هيخنها ولا يتجوز عليها ولا يطلقها ولا حتى يقارنها بزوجات أريبه واصحابه أو بأمه وإخواته البنات ترجمة نانسي قنقر